تصوير لعرض أزياء يمثل اقتصابا جماعيا في الهند يثير غضب المواطنين عامة وعائلة الضحايا خاصة صور العرض التي التقطها المصابر الراتشيتي تظهر عرضة أزياء تحاول إبعاد رجل يتحرش بها في حافلة ركاب وهو مشهد شبيه بجرمة الاقتصاب الجماعية التي وقعت في ديالهي في العام 2012 وامدت بحياة طالبة في 23 من العمر والدة الضحية تقول هذا المصور وضعنا وجه لوجه مع الحادثة وقام بذلك من أجل الدعاية والمال لقد قام بإيداء الآباء والأمهات وسخر من زوجة شابة ليس لديه الحق في اللعب بمشاعر أي شخص كان ويضيف والد الضحية سرفع ضعوا قضائيا في المحكمة العليا من أجل معاقبته ومنع الصور تماما الاقتصاب الجماعي ومقتل طالبة طب أداء لاحتجاجات شعبية في الهند استمرت لأسابيع ما جبرت سلطات على سن قوانين جديدة صارمة بخصوص الاقتصاب وحكم على أربعة رجال بعقوبة الاعدام فيما حكم على رجل خامس بسجن ثلاث سنوات اشتركوا في القناة